اشتعلت الحروب الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط واذهقت معها ارواح المدنيين في حرب القوة لا يوجد سلاح او وسيلة ممنوعة واصبح سلاح التجويع يستخدم كثيرا خمسة اعوام وما زالت الحرب مستمرة في سوريا حصيلتها اكثر من 250 الف قتيل ونزح نصف السكان الى بلاد مجاورة في عام 2014 قدرت الامم المتحدة انها استطاعت ايصال الغذاء الى 5% من المحاصرين ليرحل عام 2015 مسجلا نسبة مساعدة تقدر بواحد في المئة وقدرت الامم المتحدة محاصرة اكثر من 400 الف شخص في 15 منطقة مختلفة في سوريا معظم هذه المناطق خاضعة لسيطرة داعش ايصال المساعدات الغذائية الى السوريين اصبحت مهمة مستحيلة حيث ان السيولة المادية لم تعد متوفرة كما كانت بالسابق لدى برنامج الاغذية العالمي حيث يتطلب 25 مليون دولار اسبوعيا لتوفير الاحتياجات الغذائية الاساسية للمتأثرين من الحرب في سوريا مضايا والفوع والكفرية ودير الزور من اكثر المدن السورية تأثيرا بالحرب واصبح اهلها ورقة بيد من يحاصرهم فمضايا بسكانها الاربعين الفا حوصرت منذ اشهر من قبل النظام السوري وتوفي كثيرون فيها بسبب الجوع اما مدينة الفوع والكفرية فحوصرتها من قبل المعارضة السورية اما مدينة دير الزور بسكانها المائتي الف فلا تزال محاصرة من قبل داعش اوضاع انسانية مشابهة يشهدها اليمن فمنذ نقلاب الحوثيين وميليشيات صالح والاوضاع الانسانية في تدن اكثر من 14 مليون يمني غير مؤمنين غذائيا بزيادة 12% في الاشهر الثمانية الاخيرة حسب منظمة الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة وحسب برنامج الاغذية العالمي فان نحو 8 ملايين من عدد سكان اليمن يعانون اوضاعا خطرة ومهددة للحياة بسبب سوء التغذية بزيادة اكثر من 3 ملايين في اقل من عام تعز بسكانها المائتين والخمسين الفا يعانون الجوع منذ اسابيع والماء والطعام والوقود لم يعد متوفر ما فاق معناء الاطفال وزاد في معدلات وفيات الذين يعانون سوء التغذية بسبب تدمير المنشآت الصحية التي تعالجهم وتقدر احصاءات منظمات دولية ان اكثر من 3 ملايين طفل تحت سن الخامسة بحاجة الى العلاج السريع من سوء التغذية العراق الذي ما زال يعاني اثر الحروب التي مرت به ويقاس مواجهته حاليا ضد داعش فالعنف تسبب في نزوح 3 ملايين عراقي الى مناطق مختلفة في العراق وتقدر الامم المتحدة ان نحو 8 ملايين عراقي بحاجة الى مساعدات انسانية اشتركوا في القناة